اشتركوا في القناة الجواب الإبر المغضية التي يثبت فيها فعلا إحساس صائم بعد تناول هذه الإبرة بعدم الحاجة إلى الطعام يعني كان جائعا فالإبرة وما فيها من الدواء يعني سدت هذه الثغرة وقضت هذه الحاجة وصار الصائم في حكم من أكل وشرب وشبع فهذه مفترة سواء كانت دخلت على المنافذ المعتادة أو على العرق أو في غير العرق المهم إذ ما دامت مغضية فهي مفترة مفسدة للصوم فمن اضطر إلى فعلها في نهار رمضان فعليه القضاء أما الأنسلين الأنسلين أولا ليس مغذيا لذاته يعني مادة الأنسلين لا تغذي الصائم إنما مهمتها في إحداث توازن في مستوى السكر في الدم فهذه لا علاقة لها بالغذاء يعني بالتغذية بل الحاجة تظهر من الصائم إلى الأكل بعد حقنه إبرة الأنسلين ثم هذا الأنسلين الذي يحدث نوعا من ما من هبوط مستوى السكر في الدم لأنه إذا كان السكر مستوى مرتفع فهذه الحقنة من شأنها أن تنزل بهذا المستوى من السكر في الدم فعندئذن يحتاج الإنسان إلى أكل وشرب فهو إذن لا يعتبر مفترا بفعل الدواء إنما يكون مفترا بالاستجابة إلى الحاجة بتناول ما يسد تلك الحاجة وهو الأكل وربي يشفي الجميع وربي إن شاء الله يعين الجميع ويقوي الجميع والعادة أن الذين يتناولون الأنسلين الذي يقول أطباء فيه أنه لا يصع والله وليب توفيق